التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصلي قضي وقد تناول البحث خلال اللقاء مجملة تطورات والمسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وما تتطلبه من تنسيق ومد شبكة التعاون وتطويرها بين مختلف الدول حيث نوها سموهما بدور الزيارات التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمختلف دول العالم في تأسيس قاعدة صلبة من العلاقات المتينة بين مملكة البحرين والعالم بما يعزز صياغ التعاون ويسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع المسجدات الاقتصادية العالمية ونوها سموهما بأهمية الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية روسيا الاتحادية في هذه الفترة الدقيقة التي تتطلب تعاونا أوثق بخاصة مع الدول التي تمتلك تأثيرا كبيرا وثقلا سياسيا واقتصاديا وعرب سموهما عن تطلعهما بأن تشكل المباحثات التي ستتخلل هذه الزيارة إضافة جديدة لمسار العلاقات البحرينية الروسية بعدها بحث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجهات الحكومة التنموية ومساعيها نحو الاستمرار في تدشين المشاريع التي تخدم القطاعين الاقتصادي والسياحي وتدعم المناخ الاستثماري في المملكة مستعرضين سموهما في هذا الصدد عددا من المشروعات التطويرية الكبرى التي ستنطلق قريبا وبأهميتها على الصعيدين التنموية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر